صباح الخير تحية عاترة إذن مداخلة جديدة بعنوان الصدفة والضرورة بين نظرية العلمية والرؤية الفلسفية دراسة مقارنة ونجش نظر علمية تشير كلمة الصدفة أعزاء لأعزاء إلى استحالة التنبأ بالحقيقة على وجه اليقين إنها مرادفة لعدم القدرة على التنبأ نحن نتحدث عن حقيقة عشوائية يمكن أن نكتشفها بالصدفة عدم القدرة على التنبأ هذا له عدة أسباب مختلفة قد يكون ذلك بسبب كثرة العوامل الخاصة بتحديد هذه الظهرة المعنية بها أو عدم القدرة على قياسها واختبارها بدقة ثانياً تظهر حالة أكثر دقة عندما يميل مزيج العوامل الأنظمة المعقدة نحو اللانيهاية أو عندما يعتمد تطور النظام على اختلافات دقيقة في الحالات غير المستقلة أو عندما يتسبب التطور المستقل للنظام في تشعبات كبيرة وغير قبل العكس وأخيراً يمكن أن تعتمد الحقيقة على عدة أحداث ممكنة محتملة متساوية ومثلاً فهي عشوائية في جوهرها وفقاً لتشكيلة الكبن يمكن العثور على الجسيمات الأولية في الفيزياء الكومومية في حالات لا يمكن فيها تحديد العديد من معلماتها الموضع والسرعة والاستقطاب إذن هذه الصدفة أسباب كونها صدفة ربما الصدفة لا تبتل الحتمية لا تبتل الضرورة بل تتطلب منه أن تصور الحتمية بطريقة مريحة حتمية أو حتمية جزئية أن الاعتراف بالصدفة لا يعني أن العالم غير متماسك وفوضوي ولكن التحديد الموجود في مجال معين لا يؤدي بضرورة إلى حالات مستقرة أو حسرية ويمكن التنبيها تماماً عند مواجهة أحداث محتملة ولكن لا يمكن أن تنبأ بها فإن حساب الاحتمالات يجعل منها الممكن الإشارة إلى النسب المئوية لتحديد فرص حدوثها مثلاً في الحياة اليومية عندما تساهم سلسلة من الأحداث المستقلة عن بعضها البعض في حدث رائع فإننا نتحدث عن الصدفة أن الاهتمام بالحدث هو الذي يجعله مؤهلاً إلى هذا الحد من الاهتمام لأن الحتميات لأنها من الاهتمام الضروري نعم لأن أعيد في الحياة اليومية عندما تساهم سلسلة من الأحداث المستقلة عن بعضها البعض في حدث رائع فإننا نتحدث عن الصدفة أن الاهتمام بالحدث هو الذي يجعله مؤهلاً إلى هذا الحد من الاهتمام الضروري لأن الحتميات المختلفة تتدخل باستمرار في بيئتنا دون أن ننتبه إليها وعادة أن نفسرها بأنها حدثت نتيجة الصدفة حدث بعيد وغير مهم لا يجعلنا نتحدث عن الصدفة فقط عندما يتدخل هذا الحدث فينا بقوة حيث تأتي هذه الفكرة حيث تأتي هذه الفكرة إلينا الآن ننتقل إلى الضرورة الضرورة حكس ربما لا ندري الضرورة ثانياً تتميز الضرورة عن الصدفة مصطفة ثاني الضرورة تميز ما لا يمكن أن يكون أو ما لا يمكن أن يكون غير ما هو عليه في الميتافيزيقة تأتي الضرورة من مهيات الأشياء في الفيزياء من قوانين الطبيعة في المنطق من عقلانية الخطاب من مبادئه من قوانينه من قضاياته من أولياته وضوح أولياته في مقابل للصدفة فإن الضرورة التي تم تأليهها بين اليونانيين تحت اسم آنانك آنانكي باختصار آنانكي أستين إنه ضروري الوجود ضروري هي في الأصل ما يأمر به الآله ما يأمر الآله أفلاتون في الصورة الأخيرة الجمهورية الصورة التي تحدث عنها يعني في الجمهورية إير أستورة إير الأخيرة الجمهورية إير يجعلها هي التي تحكم مصير النفوس التي مع ذلك تختار مصيرها قبل التناسخ يعني آنك آنانك آنانك هي التي تحكم مصير النفوس التي مع ذلك تختار مصيرها قبل التناسخ ويقال إن الضرورة قطعية عندما يتعلق الأمر بالمبادئ العقلاني للمنطق أو افتراثية عندما تكون مبنية على مسلمات تعتمد جزئيا على التجربة ويهددها على ابنز بمبدأ الحقل الكافي سبب الكافي أو العلة الأولى العلة المشبعة أو العلة المشبعة العلة المشبعة وهذه العلة المشبعة تحتاج إلى الكثير من التدريس وربطها بالعلال الأربع الأرستي لأن هذا ما أضافه الابنز وهذه بداية ربما العقلانية الغربية هذا العقل الكافي أو العلة المشبعة التي تعني أن لا شيء بلا سبب أي أن كل شيء موجود ضروري لسينارو الكون الذي أراده الله ويحكم هيوم على الانتقان من الاستدلال السبب الذي يتعلق بالاحتمالات إلى فكرة وجود قانون ضروري في الفيزيلي يكون موسيق بالنسبة لي كانت ضروري هي مقولة نموذجية يتم استنتاجها من اتحاد الإمكانية والوجود مقولة نموذجية عند كانت مقولة نموذجية يتم هذه المقولة يتم استنتاجها من خلال من خلال اتحاد الإمكانية والوجود في الأخلاق يسمح له لي كانت بإظهار كيف يلزم العقل اليوم يميل تعقيد العلم إلى استخدام هذه المقولة بحذر على سبيل المثال يفضل علم الأحياء التطوري البيولوجيا التطورية منذ دروين الصدفة كما يوضح جاكمونو في مقالته الخطر الصدفة والضرورة لعزهار إلى نيسي سيتي يعني هناك ربما في الفلسفة حديث عن الطارق والضروري والممكن ما يحتمل أن يكون أو لا يكون أن يحدث أو لا يحدث هو أمر مشروط فالضروري هو ما لا يمكن أن يكون أو لا يمكن أن يكون غير ذلك أما الممكن هو ما يمكن أن يكون وأن يوجد وأن يحدث ما هو ممكن وغير قابل للتحقيق أما المعنى الفلسفي للطارق والضروري والاحتمالي فهي مقولات من المنهجية من الطريق فالطارق يعارض الضروري يكون الحدث مشروطا إذا لم يكن مبنيا على قوانين عامة بل على ظروف معينة على حالة فريدة أن النجاح في تحقيق الرقم القياسي لسبق مئة متر أمر مشروط بهذا المعنى لأنه يعتمد على الساحة والظروف المناخية وما إلى ذلك في المنطق نقول أن القضية مشروطة إذا كان من الممكن ما عرفت حقيقتها أو كذبها فقط من خلال التجربة على حكس من ذلك سأقال أن الحدث ضروري إذا تم تحديده بالكامل على سبيل المثال من خلال سلسلة من الأسباب والنتائج والمادية أن شروق شمس صباح الغد أمر ضروري بهذا المعنى على الأقل في الإطار العلمي لنظام قوانين طبيعة في المنطق يكون الافتراض ضروري إذا كان صحيحا دائما بشكل مستقل عن أي بيانات من الخبرة على سبيل المثال أنها تمتر أو أنها لا تمتر وأخيرا فإن الحدث ممكن إذا لم يكن مخالفا للقوانين أو شروط الخبرة العامة دون أن تقتذيث تلك القوانين وفي المنطق فإن القضية ممكنة إذا لم تتضمن التناقض تمتر أو لا تمتر هذا مستحيل وربما الإنسان طويل وذكي وهذا أمر ممكن أو خسير وماكر هذا أمر ممكن ما هو الفرق بين الضروري والطارع؟ الضروري بالمعنى العام والفلسفية غالبا ما يتم الخلط بالمعنى العام بين الضرورة والحاجة البسيطة لكن الأخيرة ليست إلا ضرورة نسبية أو افتراضية أو مشروطة فما هو ضروري أو ضروري إذا عسل المثال إذا أردنا أن نعيش نحتاج إلى تناول الطعام وإذا أردنا أن نثبت نحتاج إلى مفاك لكن إذا لم نرغب في ذلك من ناحية أخرى تختفي الضرورة المعنى الفلسفة الضرورة مطلقة إنها أكثر جذري بكثير ولا تختفي أبدا يتم تعرف على أنها ما لا يمكن أن يكون أو يكون غير ذلك ما هو ضروري إذا هو ما تحدده القوانين الطبيعية هنا قانون الجاذبية مثلا مع نيوتن بشكل صارم والذي لا يمكن تغييره إما القوانين العلمية فهي ضرورية بالضرورة تنطبق كلمة ضروري إذا على القوانين العلمية التي تصف الطبيعة وقانون سقوط الأجسام هو قانون ضروري مع قليلي ليس لأننا نحتاج إليه يمكننا أن نعيش جيدا دون أن نعرفه ولكن لأنه مفروض بشكل مطلق على كل جسم وعلى كل جسد دون استثناء الجسم الذي سقط في الفراغ لا يمكنه إلا أن يسقط أما الاحتمالية الإمكانية فهي ما قد يكون أو لا يكون الصدفة هي الفرصة وهذا يعني فكرة أن الحدث يمكن أن يقع دون أن يأتي من السبب وبالنسبة للعلم هذا مستحيل من حيث المبدأ فهو أكثر خارقية للطبيعة الفرصة أو الصدفة يعني غير موجودة ولكن بعد ذلك ماذا نسمي الصدفة؟ الصدفة ليست الغياب السببي لأنه ليوجد دائما سبب النواحد ولكن فقط جهل بالأسباب يعني الحدوث طار أصل الكلمة من اللاتينية ما يحدث فرصة صدفة طار من كونتنجير للأمس للوصول اللقاء للسقوط بالمعنى المجزي يحدث عن طريق الصدفة يتألف من يعني طنجير اللأمس والإحتمالية نوعية ما مشروطة وما يمكن أن يحدث أو لا يحدث مثال أن تكون فوق الإحتمالات المادية المرادفات وهناك إحتمال الحدوث مضاد للصدفة والضرورة في الفلسطة الصدفة إحتمال حدوث شيئا ما أو عدم حدوثها أو وجود كائن أو عدم وجوده أمثلة إحتمال الإنسان إحتمال الله من الكلمة اللاتينية ما يحدث بالصدفة أو على النقل من ذلك بالضرورة فإن الصدفة تشير إلى إحتمال حدوث شيئا ما أو عدم حدوثها أو أن يكون على خلاف ما هو عليه في العصور القديمة ظهرت مسألة الصدفة مرتبطة بشكل خاص المستقبل المحتمل التي عارضت أولئك الذين مثل أروسي يعتقدون أن مستقبل أفعال بشرية لم يكن تنبأ بها أولئك الذين مثل الرواقيين ومن بعدهم قدستوم والإكويني أو الفيلوسوف لابتنيدز يؤمنون بالعناية الإلهية بالفكر المعاصر يطالب الوجوديون خاصة ديوغير وجون بول سارتر بالحدوث بالجواز بالجواز بالحدوث الجواز الواقع الوقائعية وقائعية حدثة حدثية حدثة ثية أو الحدثانية والوقائعية وقائعية ومن قبل من قبل فلسفة العبث مثلاً الممثلة في ألبير كامي يتم تقديم الوجود على أنه بلا سبب بلا ضرورة أو ما زر القلق والحيرة وفي نفس الوقت بالنسبة للعلم في أن حدوث والطوارئ التي تبدو كأنها تتحدى البحث عن قوانين ثابتة يفترضها مع ذلك أنصار اللحاتمية وخاصة مدرسة هازنبرغ وكوبنهاك مدرسة كوبنهاك الحدث ليخضع القانون يجعله قبل التنبع به والذين يستخدمونه بشكل خاص في فيزيال كما يفعل هازنبرغ في كتابه مبدأ عدم اللايقين إذن هذه مدخلتنا حول ضرورة وصدفة بين العلم والفلسفة أرجو أن تكون قد تبعتم هذه المداخلة بجدية وطلعتوا على ما ورد فيه شكراً جزيلاً لحسن انتباهكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر